اهلا وسهلا عزيزي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج روشتة النهاردة لازم مع كل حلقة افكركم وافكر نفسي بان احنا لازلنا في زمن الكورونا لازلنا مع هذا الفيروس زي ما قلنا قبل كده يعني في اكثر من مرة انه هذا الفيروس سيستمر معنا يعني لمدة عام او عامين وليس خبر جيد ان انا اقوله يعني وهو مش حاجة يعني انا مبسوط ان انا بقولها لكن بذكركم وبذكر نفسي ان احنا لابد ان نهتم بالاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها وزارة الصحة ومنظرات الصحة العالمية من استخدام الكمامات لان انا شايف موضوع الكمامات ده حصل فيه تراقي كبير في الفترة الماضية من جانب الكثير من المواطنين كمان استعمال المطهرات والتباعد الاجتماعي وايضا توجه لاخذ اللقاح احنا خطوات جيدة في اتجاه تلقيح سكان جمهورية مصر العربية يعني شرفنا على انتهاء من ثلث عدد السكان يعني بالنسبة لمصر هذا عدد مقبول لكن بالنسبة للعالم هو عدد يعتبر قليل يعني يعتبر قليل النسبة اللي وصل لها التلقيح في مصر الى الان فبذكركم ان احنا لازم نتوجه ونسجل في المنظومة بتاعة اللقاح تبع منظمة الصحة المصرية على الموقع الالكتروني الموجود على الانترنت النهاردة لازمنا بنتحدث عن امراض العصر يعني تحدثنا عن كثير من الامراض المتوطنة في مصر زي الضغط والسكر والامراض القلبية والنهاردة بنتحدث عن احد الامراض التي يعني تبذل الحكومة المصرية جهدا كبيرا في القضاء عليها وبحمد الله يعني تم القضاء على فيروس سي في مصر وعنينة مصر خالية من فيروس سي نتيجة الحملة القومية للتخلص من فيروس سي التي تمت في الفترة الاخيرة ايضا يعني الحلق النهاردة بتتكلم عن امراض الكلا وذلك بمناسبة انطلاق الحملة القومية لاعتلال الكلا يعني رئاس الجمهورية ورئاسة الوزراء اطلقوا حملة هذه الايام لاعتلال الكلا والبحث في امراض الكلا ويعني هذا بحث جيد ويعني طريق جيد ان احنا نخلص مصر من امراض الكلا وهي الامراض المتوطنة من الامراض المتوطنة في مصر معايا ومعاكم النهاردة هنناقش امراض الكلا في برنامج روشتة الدكتور أحمد القصبي استشاري أمراض الكلة والبطنة والسكر أهلا بك دكتور أحمد أهلا وسلم كنا بنتكلم على الحملة القومية لإعتلال الكلة مفضلك وضح للسادة المشاهدين ما هي هذه الحملة وما أغرضها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحملة القومية للكشف المبكر عن مرضى الكولة والإعتلال الكلوي الحملة لتحت رعاية الأسجة الجمهورية والأسجة الوزراء هي بتهدف أن أنا أبدأ أعمل كشف للمرضى اللي عندهم الأسباب المؤدية لقصور الكلوي وأبدأ أدور فيهم مين اللي ممكن يكون عنده مشكلة تؤدي إلى اعتلال الكلة أو مين اللي يكون عنده أعراض لسه ما ظهرتش عليه بس فيه حاجات في التحاليل أو في الأشعاعات قد تفيد أنه في خطورة أن يتعرض بعد كده لمشكلة في الكلة فنلحق أن احنا نكتشفها بدري ونعالجه بدري وبالتالي ما يتعرضش المشاكل الكلوي المتأخرة ويضطر يوصل للغسيل والكلوي والفشل الكلوي والأشعر فالحملة القومية بصراحة دي حاجة يعني إنجاز كبير جدا من إنجاز وغير الصحة والحكومة في العصر اللي احنا فيه بأننا ببدأ أعمل بحث عن جميع المرضى اللي عندهم ضغط المرضى اللي عندهم سكر المرضى اللي كانوا بيغضوا مسكنات لكل أسباب الفشل الكلوي والسن الكبير وفي بعض الأطفال إن إحنا بنعمل عنهم بحث ومشوفهم بيجي يشوفوا بيعمل بعض التحاليل بحيث اللي عنده خطورة أو اللي شايفين في التحاليل بتاعته أو الأشعار بتاعته أي مدلولات تدل إنه هو قد يتعرض ملحقا بعد كده في فترة يعني في فترة بعد كده لمشكلة في الكلة بيبدأ يتابع مع قسم الكلة حسب كل منطقة هو فيها بيتم توجيهه لقسم الكلة في المستشفى أو المنطقة اللي هو تابع ليها بحيث يتابع مع الفريق الطبي المسؤول عن أمراض الكلة بحيث أنه يتجنب بإذن الله أنه محصلش إلى قدر الله أي إصابة طيب الألية بتاعت هذه الحملة يعني تقدر تديني فكرة هتم إزاي يعني للسادة المشاهدين يعني مثلا حد شاكك أنه هو ممكن يكون عنده أعراض أو يكون عنده بداية أو عايز يتطمن على نفسه لو مواطن عادي عايز يتطمن على نفسه يعمل إيه بيتوجه للاي المستشفى كيفية الانضمام لهذه الحملة بيتوجه للاي مستشفى قريبة ليه هناك في المنطقة هناك عندنا ويبدأ بيعمل إجراءات بيقابل الطبيب المختص هناك في الحملة بيبدأ ياخد منه تاريخ مرضي هل هو مثلا عنده إصابة الحملة دي موجودة في جميع المستشفى الحكومية قل المستشفى الحكومية نفسها حتى لو من غير وجود الحملة نفسها هو لو دخل أي قسم هناك في المستشفى الحكومية وتم عايز أنه عايز يعمل كشف مبكر تقيبا الحكومة عاملة الوقت أن في عيادة للكشف المبكر في جميع المستشفى وزارة الصح وفي الجامعات كلها فلو توجه أي شخص أي مواطن لأي مستشفى المستشفى الحكومية أو الجامعات في مصر وقال أنا عايز أعمل كشف مبكر أتأكد لقدر الله أن أنا عندي مثلا حاجة في الكلة أو خايف يكون عندي اعتلال في الكلة هيقوم للطبيب المختص بفحص تاريخ المرضي بتاعه هل مثلا عنده لقدر الله فيه ضغط هل فيه سكر هل عمل عمليات هل فيه حصوات هل عنده فيه حد في العيلة قد تعرض قبل كده الإصابة في الفشل الكلوي أو القصور والكلوي قبل كده وبيبدأ يعمله بعض التحاليل والإجراءات الفحوصية الطبية اللي بيتأكد منها هل فيه حاجة فعلا موجودة ولا فيش حاجة عنده فحاية اللي أقدر الله يتوجه يعني يكتشف أنه عنده نسبة خطورة أنه قد يتعرض لأي حاجة من المشاكل دي بيبدأ يتابع مع القسم الكلة في المستشفى اللي هو تابع فيها بانتظامه ويتابع بالتحاليل والعلاجات بحس أنه إن شاء الله ما يوصلش لأي حاجة تانية بعد كده بيقولوله لو عنده أو ما عنده يوجهه تماما فنرجم من أستاذ المشاهدين أنه هم يعني يتوجهوا للمستشفيات الحكومية وفيه مبادرة اعتلال الكلة في جميع المستشفيات المصرية ونقوم بإجراء هذا الفحص يعني هو أبار عن فحص لأنه نعرف عدد المرضى الموجودين في مصر بأمراض الكلة دي أصل ده برضو بيوفر حتى على المريض ويوفر على الحكومة بعد كده عبء ماد كبير جدا يعني أنا بحافظ على صحة المواطنين بتوعي فبالتالي الإنتاج بتاع الدولة بيتحسن بوفر عني بعد كده الناس دي ما بتعرفش لقدر الله بيوصلوا للدرجات من الفشل الكلوي فبيضطر أنه يخسل والحكومة طبعا يعني مشكورة بتشيل كل المواطنين لأي حد بيخسل في مصر إما على نفقة الدولة إما على نفقة التأمين الصحي ده بيكلف الحكومة جدا 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 الجلسة الواحدة 325 جنيه غير العلاج اللي بياخده الشهري والمريض بيخسل تقيمة حوالي 13 إلى 14 مرة في الشهر فلما أنا أبدأ أوفر عني في سكة حكومة المبالغ دي هو أكتشف المريض ده في أول الطريق ورجعه ووصلهش لمحلات الغسير الكلوي أنا أوفرت الفلوس دي لا أقدر أحطها في حتة تانية وهو أهم من الفلوس إن إحنا ما نوصلش المواطن المصري مظهور صح إلى مرحلة لقدر الله الفشل هو صحبته تبقى قويسة توجه الدولة المصرية والاهتمام بصحة المواطن جزء من النهضة هو الاهتمام بالصحة والتعليم فالصحة هي جزء مهم يعني المواطن صحيح يعني هي ده زي ما حضرتك قلت في الأول إنه هو يعمل ينتج وده بيساعد على التنمية يعني شفنا مصر قامت بحملة عظيمة في الفترة الماضية في ما يخص فيروس C آه جدا يعني أنا يعني من الناس اللي شفت عن قرب حالات وحشة لقدر الله بالنسبة للإصابة فيروس C وفيروس A وفيروس B كانت أمراض منتشرة جدا في مصر وكلها لها علاقة بالكلة طبعا إنه مصر تعلن خالية من فيروس C أعتقد إنه واحد من الإنجازات التي تحسب للحكومة المصرية طبعا طبعا يعني ريت نقول يعني مصر عملت ده إزاي عشان مصر برضو هتبقى قادرة إن هي تنهي على مرض الكلة في مصر الحكومة والوزارة بصراحة تحركوا في كذا طريق وفي كذا اتجاه وكل الاتجاهات دي كان كلها بالصب في الآخر إن أنا أشوف المريض اللي عنده مين فيروس C وأبدأ أخلص منه أعالجه بحيث إن خلاص الفيروس مقاش موجود كان فيه مرضى كتير جدا مش عارفين أصلا عندهم فيروس C فبالتالي هو قاعد بيتعامل مع والده مع بنته مع أخوه ويبدأ ممكن مثلا يحصل أي نقل عدوى بطريق مباشر أو غير مباشر للناس تانية وبالتالي كان الفيروس بينتقل الواحد للتاني للآخر فالحكومة بدأت أول حاجة طريق عندي إن أنا أبدأ أعمل فحص لجميع الناس كلها بجميع أعمارها أشوف مين اللي عنده فيروس C وأحطه على جنب في كاتيجوري المعين اللي أحطه ومين اللي ينفع ياخد العلاج ومن شين ينفع ياخد العلاج تاني اتجاه الحكومة أمد بصراحة بالتعامل مع الشركات الحكومية المصرية نفسها والشركات الموجودة في مصر بتوفير جميع الأدوية اللي بتلائم جميع الناس يعني مثلا مرضى كولة اللي عنده فيروس C ما عرفش ياخد نفس العلاج اللي عندهش كلة يعني أنا واحد لقيت مثلا عندي فيروس C الكلة عندي سليمة بأخد علاج معين لكن لو عندي لا قدر الله مشكلة في الكلة لا فيه علاج تاني ممكن المفروض بيتاخد مينفعش ياخد نفس العلاج اللي هو بياخده اللي بعندهش مرضى الكل فبدأت الحكومة بتوفير بصراحة بالتنصيق مع كل الشركات الأدوية ومن خلال طبعا وزارة الصحة والتأمين الصحي أنهم يوفروا جميع الأدوية اللي بيحتاجها المريض المصري للانتهاء من الفيروس ده في المدة المحددة وبالفعل يعني بدأت وفرت كل المستشفيات عمل التعاقدات مع كل المعامل وفرت التنصيق مع كل الشركات الأدوية بدأ فيعمل الفحص يعني أعتقد فحص تاريخي ما حصلش على مستوى العالم في أماكن كتير جدا يعني يعني نادر لما يحصل حاجة بالطريقة دي ده نجاح كبير جدا بصراحة للحكومة والوزارة المصرية أن هم يعملوا الفحص بطريقة العدد ده كله واكتشاف الحالات دي كلها وعلاجها ووصلها الحمد لله لتبر الأمان يعني أنا برضو نفس الوضع ده كله بيصب في الآخر في إنتاج الدولة في أن أنا حافظ على حياة البناء أدمين دول والمواطنين بتوعي اللي هم مسؤولين مني وبالتالي أحس من إنتاج الحكومة بتاعتي والتنمية بتاعتي وبالتالي أرفع اسم مصر أكتر وأكتر تمام فكت خطوة بصراحة ممتازة جدا دي خطوة جبارة جبارة جدا يعني حاجة جبارة جدا أن مصر تبقى خالية من فيروس سي وده وعندك دول لسه متقدمة عندهم لسه الإصابة الموجودة طبعا طبعا طيب إحنا زي ما عملنا حملة فيروس سي وإنتهينا منها قادرين على من خلال الحملة بتاعت الاحتلال الكولوي إن إحنا نشخص هذه الأمراض مبكرة حتى نتفادى مضاعفات وأعراض وأمراض هذه يعني المرض هذا المرض المتوطن في مصر طيب النهاردة بنقول يعني مرض الكولة هو من أمراض العصر يعني من أمراض المتوطنة بقى له زمن كبير جدا في مصر بما ينتهي إليه من فشل كلوي ومشاكل في الكولة وتقريبا بيدمر حياة الإنسان فيخليه غير قادر على العمل وغير قادر على التكسب وغير قادر إنه هو يمارس حياته بشكل طبيب في الأول دكتور عايزين نفهم المسببات لمرض الكولة يعني إيه هي إيه الأسباب اللي بتؤدي بنا إلى مرض الكولة هل هي عادات سيئة سواء في الأكل أو في النوم أو في أسلوب الحياة هل هي عدوة بكترية مثلا بتنتقل هل هي لها علاقة بالوراثة فيريت نوضح ده للسادة المشاهدين إيه المسببات وبعد كده نخش ندخل في كيفية تجنب هذه المسببات طيب بالنسبة الأسباب الاعتلال الكولوي والقصور الكولوي بكل درجاته بينقسم زي ما حالك قلت كده وتكرمت أن فيه أسباب ورصية فيه أسباب قد تتعدى لبعض الأمراض الموجودة عند المواطن فيه حاجات تانية لها علاقة بالأدوية والعلاجات أو بوجود بعض الفيروسات فمثلا لو خدنا أهم أسباب على مستوى العالم كله بتؤدي إلى قصور الكولوي والاعتلال الكولوي هو عدم انتظام السكر بالدم لمرضى السكر وعدم انتظام الضغط لمرضى الضغط يعني هنقول رقم واحد واثنين هما السكر والضغط يعني السكر والضغط ليهم علاقة مؤديات إلى يعني أسباب الأسباب المباشرة للإصابة بمرض الكل مظبوط تمام فضل دول أهم 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 أسباب على مستوى العالم حسب إحصائيات المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية هم أهم أسباب للاعتلال والقصور الكولوي على مستوى العالم كلهم ومن ضمنهم طبعا مصر لنأي حد يكون عنده سكر أو عنده ضغط ومش منتظم عن العلاج أو مش متابع عن العلاج بتاعه فبالتالي غصبا عنه بيبدأ يحصل قصور في الكلاة بدرجاته المختلفة تمام بعد كده يجي عندنا مثلا كتر مثلا الناس اللي عندهم حصوات الناس اللي بتجيلي حصوات كتير جدا مثلا وبتكون حصوات كتير وبيبدأ يمكن يسد مجرر البول أو الحالب ده برضو بعد فترة ممكن يكون عرضة أن يحصل عنده قصور كلاوي تمام في بعض الالتهابات المتكررة في المجاري البولية زي ما كرحك تكرمت اللي فيها نوع منها بكتيري أو منع فطريات نفسها قد تؤدي إلى برضو كتر الالتهابات برضو أنها تؤدي بعد فترة كل ده في المجاري البولية آفا تمام عشان الناس لا تستهين بموضوع الحصوات وموضوع الانتابة في المجاري البولية موضوع منهم جدا فيروس C نفسه من الحاجات اللي كان لها دور جدا مهم جدا في الإصابة والقصور الكلاوي فيروس C قد يصيب للكلا ببعض الالتهابات النفروزية اللي بتأدي إلى الاعتلال الكلاوي بأشكل أو بأشكال مختلفة ولما ساعدنا أننا نقضي على فيروس C ساعد معنا كتير جدا أننا نقلل الإصابة طاعة الاعتلال الكلاوي من أهم الأسباب اللي عندنا هنا في مصر جدا وينكتر المسكنات والأدوية المسكنات كل جيل وصداع يجري ياخد مسكنات أيوة دي أوحش حاجة عندنا إحنا كمواطنين نخلي بالنا أزائي المشاهدين من الكلام اللي هيقوله الدكتور أحمد حالا في موضوع المسكنات لأن دي عادة عند جميع المصريين مظبوط فضل فانك للأسف يعني الناس كتير مننا عن عدم دراية أو عن يعني حسن نية أو كتعود أنه أول ما يتعب زي ما حالك قلت أن يجيله صداع يجيله شوية تعب يجيله شوية برد يروح للصيدالي الصيدالي أم جاي أو الوقف الصيدالي أم جاي كتبله غالي ما ما بيبقاش الصيدالي تمام أنا كل حلقة أكرر هذا الموضوع وتاني بكرر ندائي للسيدة الفاضلة وزيرة الصحة المصرية ياريت تهتم بهذا الجانب ونقابة الصيدالية إيه الصيدلة ياريت يهتموا بهذا الجانب أنه يكون موجود في الصيدالية جماعة يكون صيدالي وما يصرفش أي أدوية للمواطن من غير رشادة الدكتور بتفرق كتير وبتوقف حاجات كتير عادتك بتضم صوتك لصوتي أه طبعا صوتي مع صوت حاجة طبعا أنا والدكتور أحمد بنتوجه لسيدة الفاضلة وزيرة الصحة أنها يعني تساهم في حل هذه المشكلة أنها تمنع أنه الصيداليات يعني تصرف أدوية بدون رشدة الطبيب تمام لأن المفروض الصيدالي ده يعني هو خطوة من خطوة المهمة في علاج المريض لما يكون مش صيدالي واقف يروح داخل بقى عليه طب بلاذ ياخد يبدأ بقى يحاول يساعد المريض بأي طريقة يعني بحسن يحاول يبيع هو طبعا يحاول يبيع فبالتالي يؤدي ممكن المريض نفسه أو المطن نفسه يتأذى يتعود يعتد عليها كل شوية ياخد مسكن مسكن ده ممكن يؤدي معاه الفشل كلب على طول احنا بنقوله علشان الناس تاخد بالها يا فن اه طبعا يعني هو ده هدفنا احنا بنقول ايه اللي ممكن يحصل ان انت لما تعتد على مسكنات بدون رشدة الدكتور وتاخدها من الصيدالية يعني بمعرفتك انت وتكرارها لمدة كبيرة ممكن يؤدي بيك ان انت ينتهي بيك الامر لقدر الله الى فشل كلب حريك برضو قلت نقطة مهمة جدا ان انا اكرر دوة مدة طويرة من غير استشارة الطبيب نعم دي برضو بالنقطة مهمة جدا يعني دكتور مثلا كتاب لي او وصف لي مثلا نرشدة معينة انا ماشي عليها المفروض الطبيب بيحدد المدة المعينة لو انا كررتها الواحدة برضو قد يؤدي للاصابة بأي فشل كلوي او لقدر الله اصابة في الكبد لان الادوية دي كلها هي بتخرج بعده بتتكسر عن طريق حاكتين اما عن طريق الكبد اما عن طريق كلا نعم فهتأدي في الاخر الاصابة هنا او هنا فكتر المسكنات يا كب دي يا كلا يا كب دي يا كلا فكتر المسكنات طبعا دي هات حاجة يعني بنسميها جريمة جريمة بالنسبة احنا مرضك كلها يعني بنخاف نسمع كلمة مسكنات دي بنكرهها جدا يمكن اأمن حاجة يعني لسه دا المواطنين اللي عايز حد ياخد حاجة حباية البندول دي هات حاجة آمنة لغاية لما يروح يسأل الطبيب المختص بتاعه هياخد ايه بالزبط لكن هو المفترض ان هو ما ياخدش ادوية من نفسه خالص عشان يحافظ على صحيح لان الطبيب بيوصف دواء بيعالج مرض مزوط او احيانا يعالج عرض وهو بيعارف تأثير هذا الدواء ايه على جسم المريض حسب الحالة اللي قدامه لكن انا باخد الادوية ممكن انا العرض بتاع العرض اللي هو العرض بتاع الصدع مثلا او البرد او 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 قد ينتهي مع هذا المسكن لكن انا معرفش تأثير هذا الدواء على وظافة جسم يبقى شكلها ازاي تمام يا فدن عندهم صوت في صوت حراك في الوافق حراك طبعا على كلام حضرتك طبعا ونضيف على الاسباب اللي عندنا طبعا العادات السيئة من ضمنها مثلا قلة شرب الميا طبعا الكلة من الحاجات الحساسة جدا لشرب الميا وشرب الميا بانتظام والميا اللي هي الميا مش المياه الغازية الحاجات السمرة والخضرة كل دي لها أكتورة كبيرة على الكلة جدا فضل شرب الميا خلينا في نقطة شرب الميا الأول وبعدين نتكلم عن المشروبات الغازية وتأثيرها على الكلة شرب الميا طبعا من الحاجات الأساسية جدا للحفاظ على حيوية الكلة إنها تمنع تكوين الحصوات إنها تقلل وجود التهابات فحاجة ضرورية جدا 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 حتى بعد مرضى الكلة اللي بيتعالجوا من الكلة بنمنحهم عن الصيام في رمضان من خطورة وأهمية الميا وبنخاف إن إيه اللي تشرب الميا قد تؤثر على مرضى الكلة يعني التسوق اللي خلي الحاجة تسوق أكتر من الوضع الحالي فبنمنحهم عن الصيام متاع رمضان وده طبعا بعد رأي الفقه والناس أهل الدين بدان فيه ضرر هيحصل له فإحنا بندينه نصيحة طبية لأ بعد إذنك ما تصومش عشان بس يشرب ميا ده بيهمنا جدا ده بيوضح مدى أهمية شرب الميا الإنسان الطبيعي اللي هو عايز يحافظ على جسم دكتور مفروض يشرب ميا قد إيه كل يوم طبعا هي بتختلف من واحد قاعد في البيت من حجم من وزن متاصط يعني تقريبا من حوالي من لتر ونص تقريبا لترين ميا يعني إزازة ميا أو إزازتين ميا إزازة ميا كبيرة إتنين لتر مفروض جسمك يستهلكها في اليوم مزبوط غير السوايل التانية شربت مثلا كوباية ينسون شربت كوباية لبن شربت مثلا حاجات طبق شربة دي حاجات سوايل تانية مفيدة بتخش في وسط الأكل لكن لو حد هارد ووركر أو بيشتغل في الحر وبيعرق كتير جدا طبعا محتاج أنه يزود الكمية دي عن كده يعني أنا مثلا عامل مثلا شغال في الشمس في صحرة لا ده محتاج يشرب 3 و 4 لتر عيام مثلا أو في حد عنده بيعرق لأي سبب الأسباب بيشتغل في منطقة حر جدا أو في مصنع لا محتاج أنه يزود كمية السوايل عن كده يزودها بحيث أنه يعود الفاقد ده وإلا ده يؤثر على الكلا احنا ما عندناش ثقافة شرب الميا دي يعني ما عندناش هذه الثقافة في مصر يعني في كثير من دول العالم في الغرب عموما يعني هما دايما حتى بنشوف لما يبقى فيه ضيوف على مصر أجانب أو غيره بنشوف دايما ماشي معا إزاست الميا في إيده وبيشرب ميا طول الوقت مش شرط أنه هو يكون عطشان وبيشرب الكمية اللي جسمه محتاجة عشان الكلة تخسل نفسها أو الأجهزة تخسل نفسها يعني الحركة ماشية بشكل طبيعي فريد أن احنا برضو دي رؤية تكويسة جدا اللي حضرتك قلتها أنه موضوع شرب المياه من أهم يعني من أهم طرق الحفاظ طرق بتاعة الحفاظ على صحة الكلة كده احنا قلنا المسببات بتاعة أمراض الكلة تقريبا ما تكلمناش على نقطة المياه الغازية فقط هي لفضلانة نتكلم عنها وماذا تأثيرها على الكلة وأمراض الكلة يعني الكثرة طبعا الاعتدال مهم في كل شيء والله احنا بنحباش خالص عن نفسنا احنا مرضها كلها يعني بنكره المياه الغازية ليه يا دكتور ما بتحبش يعني بكاترة الكلة ما بيحبوش المياه الغازية هي مياه غير طبيعية درجة الحموضة بتاعتها بتبقى عالية كلها أثار جانبية يعني مفيش فيها أي فايدة بالنسبة لنا خالص هي بتأثر على أنسجة المعدة فقد تؤدي بعد فترة إلى أرح المعدة بتؤثر على العظام وتؤدي إلى هششة العظام بتؤدي إلى تكوين الحصوات والأملاح وتركهم الأملاح في الكلة فاحنا بالنسبة لنا بنكرهها على طول الخط يعني اللهم بقى حد مناسبة حاجة طبعا مش هنقدر نقول للناس ما تشربوش سودة أو مياه غازية ومحنش هيسمح كلامنا طبعا لكن بنقول نعتدل فيها يعني يبقى دي كل ما يقلل يستخدم يعني على مدار أسبوع الفرض ممكن يسمح لو بيشرب ايه احنا بنسمحش كده كترة الكلة لو حد جاي لمعيد الكلة ببسمحش خالص ما نقول لحضرتك هم مش هسمعوا كلامنا كباية واحدة أو كان واحد كان واحد ده في الأسبوع في الأسبوع يشرب واحدة بس ده هايزعله منك أوبتو طيب عايزين نوضح للسادة المشاهدين ما هو القصور الكلوي ايه اللي بيحصل للكلة لما لقدر الله يبقى فيه أي سبب من المسببات اللي حدثتك قلتها ماذا يحدث للكلة فيما نسميه القصور الكلوي أو الفشل الكلوي والقصور الكلوي ده يؤدي إلى الفشل الكلوي ولا الاثنين مرتبطين في وقت واحد طبعا القصور الكلوي ده أول درجة من درجة اعتلال الكلة ويؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي يعني الفشل الكلوي خلاص أن الكليتين بقواقفين خالص مش قادرين يقوموا بالوظيفة بتاعتهم اللي ربنا خلقهم عليها وهو تنقية الدم من الجرسيم والميكروبات والمواد السمة ورميها برا عن طريق البول هي خلاص ما عليش قادرة تقوم بالطريقة دي بحيث أنها تحافظ على حياة البناء دم ده ساعتها بنضطر أن نحن نلجأ بقى طرق العلاج الموجودة المتوفرة سواء المريض ده كان هيعمل مثلا غسيل دموي أو هيعمل حاجة اسمها غسيل بريتوني أو هيعمل زراعة كله دي الحلولة عندنا المتوفرة للمريض الفشل الكلوي القصور الكلوي لما يبدأ يحصل إحنا ربنا خلق الكليتين فيهم مصنع شغال حوالي مليون مصنع هنا ومليون مصنع في الناحية التانية حاجة اسمها نفرون النفرون ده وظيفته أنه هو بيقوم بتنقية الدم كميات رهيبة في اليوم يعني قد يصل أنه مثلا حوالي 200-300 مرة في اليوم بحيث يقوم باستخلاص جميع السموم كلها اللي موجودة في الدم اللي بتنتج عن طريق التفاعلات الحيوية كلها في الجسم عندنا ويقوم بإخراجها في البول ودي من نعمة ربنا طبعا العينة اللي احنا بنشكره عليها طبعا دائما لما يبدأ لأي أسباب من الأسباب اللي احنا حكيناها قبل كده ومن ضمنها برضو التدخين اللي احنا ممكن ما تطرقناش لي قوي يبدأ يحصل عندي الأنسجة دي تبدأ تتأثر ويبدأ مصنع ورا مصنع ممكن يموتوا يتقفلوا يحصل لهم خلاص ضمور وبعد كده يبدأ يقف نتيجة قلنا مسكنات نتيجة قلنا حاجات وراثية نتيجة قلنا مثلا الحاجات اللي قلناها كلها الضغطة أو السكر يبدأ يحصل عندي الأعراض اللي كانت الكلة بتعملها يحصل عكسها يعني الكلة من وظيفة مثلا أنها بتبدأ تحافظ على دائما المجلوبين متعدم أنه يكون كويس ما يبقاش عندي أنيميا فلما يبدأ أحصل عندي قصور كلوي يظهر عندي بدايات الأنيميا فيبدأ يظهر عندي التعب والحذر يبدأ المريض يحس أنه أنا مش قادر أنا كنت مثلا بطلع ثلاث دور أنا بقيت بطلع دور وبنهج مش قادر أنا بقيت بقوم ما مشي أخش لغاية دورة الميا لا ده أنا تعبان مش قادر أن أنا أتحرك مش قادر أشيل يحصل نوع هزلان تلاقي جسهم يبدأ يقل يبدأ يحصل بعد كده من الدور الكلا كمان عندها لأنها الحفاظ على كمية الكلسم في الدم عن طريق بيتامين ده اللي بيتم تنشيطه في الكلة فيبدأ أن الكلسم ده يبدأ يقل يبدأ المريض عظمه يوجعه تظهر أمراض العظام مزوطة فهم ده يبدأ يحس أن يجيله مثلا شد عضري يقول لك أنا عظمي كله بيوجعني نتيجة برضو من وظيفة الكلة أنه هو إخراج بعض الأملاح زي الفسفور الكلة ساعتها لما بتتعب برضو بدأش يتخرجه الفسفور لما يبدأ يعله في الدم يبدأ يعمل هرش وحكة في الجسم يقول لك أنا حاسم أنا بهرش في جسمي بطريقة في جسم كله بطريقة مش عارفة تقف فدي كلها من الأعراض اللي تبدأ تظهر عنده يحس بإعياء بيحس بتعب هزلان فيه أنيميا عظمه بيوجعه يبدأ يبقى فيه ميل للقيق ميل أنه ما فيه شهية للأكل خالص يحس ممكن بدوخة كل الحاجات دي ساعتها لو أي مريد حس بيها يتوجه فوراً فوراً للطبيب بتعكلها المختص اللي بيتابع معاه أو الأقرب مستشفى ما كان فيها إذا حس يا دكتور بهزلان إذا شعر بتكسير في العظام مستمر إذا شعر بتفح جلدي هرش أو حكة هرش أو حكة إيه تاني يا دكتور إذا وجد حركة أن فيه عندي دوخة في الجسم مثلاً أنه دايخ على طول ومين للقيق مين للقيق أنه عندي شهية عندي ده لازم نستنى هنا بقى نقول إنه كده لو حصل أي من هذه الأعراض لأي إنسان بصفة مستمرة بصفة مستمرة المد يتأدي إياه دكتور يومين 3 ولم تستجب للعلاج لازم يتوجه فوراً للدكتور بتاع المستشفى يومين 3 وما تستجبش للعلاج بتاع مين ما هو لسه مراحش الدكتور مثلاً هو لو راح أول مرة أخذ علاجه عند الدكتور مثلاً أو عمل بعض الفحوصات اللي ما ظاهرتش لسه حاجة فيها في الكلة المفروض أنه هو فوراً يتوجه اللي بعدها للطبيب الكلة المختص أو الطبيب المعاب يطلب منه أن يخليه يعمل تحييل وظائف الكلة علشان يتطمن أن وظائف الكلة عنده أنا بتكلم يا دكتور المريض اللي مراحشي وأهمل لا يبقى فوراً يعني المريض حصلت له الحاجات اللي حددتك بتقولها عليها دي وما أخدهاش سيريز ما أخدهاش على محمل الجد يعني قال دي حاجة عرضية وهتنتهي يتوجه فوراً لا طبعاً لأعرب مستشفى لازم يروح مستشفى أو دكتور على طول عشان دي بتبقى مقدمات لحاجة في الكلة لا قدر الله فكل العرض دي طبعاً دي تبقى فيها خطورة لأنه قد ممكن بتأدي بعد كده أن في حاجة اسمها حموضة في الدم بتحصل الأملح زي البوتاسيا بتبدأ تحصل وممكن تأثر على ضربات القلب وقد يؤدي أن المريض يدخل المستشفى وعناية ومركزة فلازم فوراً أنه يتوجه بحيث أنه يعالج الأعراض دي بسرعة وما يوصلش لدرجة الفشل الكلوي لأنه كل ما يتأخر فيها وما يعالجهاش من بدري هيوصل لقدر الله لدرجات الفشل الكلوي ينتقل الأمر من قصور لفشل مزوط أفندم ومن قصور لفشل ده يعني يعني بنقول قصور ده هنلحق هنتعالج يحصل علاج إن شاء الله يعني يتعدل وضع الكلم على علاج ويتحسن وترجع لطبيعتها تاني أو تقدر تتعالج يعني وترجع للطبيعة لربنا سبحانه وتعالى خلقها عليه وتؤدي وظيفاتها لكن لما توصل لمرحلة الفشل أنت كده دخلت في مرحلة خطيرة اللي هي علاجها زي ما قلنا من هشغر اللي هو الغسيل الدموي أو الغسيل البرتوني أو زرع الكلة وحتى مع ذلك فهي ألام يعني لقدر الله إذا صابت أي حد ندعو له بالشفاء ونتمنى أنه لا نرى أي إنسان يعاني من هذه يعني الأزمة طيب دكتور إحنا كده وضحنا إيه هو القصور الكلوي ووضحنا أعراضه اللي هي يصيبك هزلان أو صداع أو ضعف عام أو ملقي فأنت لازم تتوجه لطبيب حتى يتم الكشف عليك طيب إحنا في زمن الأيام دي بنتكلم في زمن الكورونا ويعني طبعا المريض اللي قدر الله مريض الكلة بيتعالج بيأخذ أدوية للكلة وفيهم من يأخذ علاج دموي أو غسيل أو مع فيروس كورونا الموجود الحالي هل تأثر يعني مريض الكلة بوجود الفيروس فيروس كورونا وماذا يجب على مريض الكلة أنه لازم أنه يأخذ حاجة إكسترا احتياطات يعني حاجة احتياطات زيادة شوية عن بيئة المواطنين حتى يتجنب الإصابة بهذا الفيروس واللي ممكن يكون إصابته بمرض الكلة تكون سبب لحاجة يعني أعمق أو حاجة أقوى يعني من كده بسيطة فإنه احنا ممكن نقسمهم لكذا يعني قسمة عندنا أول حاجة المريض الكلة اللي عادي خالص نعم اللي هو عنده قصور كلوي وبيأخذ علاج قصور كلوي ولا قدر الله اتعرض لي الكورونا طبعا احنا أول حاجة ننوى عليها أن مريض الكلة بكل درجاته سواء كان قصور كلوي أو فشل كلوي بنصنفهم طبعا الناس اللي منعتهم قليلة بقليل المناع بقليل المناع فلابد طبعا أنه يكون محافظ على نفسه وبيأخذ زي ما حاجة تكرمت في الأول الاحتجاثات كلها كاملة الكمامة يخلي باله منها التباعد في المسافات عدم الاختلاط عدم دخول الأماكن المزدحمة يبعد عن أي مصدر يكون فيه عدوى ولا قدر الله لو حصل عنده أي أعراض من الأعراض اللي هي بتاعت الكورونا في الأول كارتفاع في الحرارة كتكسير في الجسم لازم يتوجه فورا للطبيب المختص علشان يبدأ يصنف حالته ويتأكد لا قدر الله هل هي كورونا أم لا ليبدأ يأخذوا العلاج بتاعه كله كامل فإحنا عندنا مرضى اللي هو الكولة اللي بيأخذ علاج قصور كلوي لقد رضا لو جات له كورونا قد يكون كورونا تأثر وتخلي الحالة بتاعته تسوق أكتر وأكتر وممكن تأدي من قصور كلوي لفشل كلوي المرضى المريض العادي إذا أصيب بالكورونا ممكن المسألة تنتقل من مجرد قصور في الكلا إلى فشل كلوي مظبوط تمام لأن الكورونا بصراحة من الأمراض اللي ربنا بتلعنا فيها الفترة الأخيرة وهي ما بتسيبش حاجة في الجسم مش بتأثر عليها حتى الناس السلام لقدر الله لو حد أنا تعرضت مثلا للكورونا أو حاجة من أحد المشاكل اللي لوحظت وسجلت في الأبحاث العلمية مع مريض الكورونا إن بيحصل لهم اعتلال كلوي وبعض الناس بيوصلوا لفشل كلوي ويعطوهم بشارة وهو ما كانش عنده أي حاجة خالص قبل كده غير إنه هو قد أصيب بالكورونا ونتيجة الإصابة بالكورونا نفسها أدت إلى اعتلال أو لقدر الله فشل كلوي أسلو أنا بسأل حضرتك ليه لأنه مرتبط في أزهن إنه والكورونا بتيجي في الجهاز التنفسي فقط آه تمام طبعا دلأ طبعا هو طبعا هي بتيجي في كل حاجة يعني فيه ناس مثلا بيتجي لهم إصابات حاليا في الجهاز العصبي نتيجة الكورونا والحاجات المثبتة طبعا بيجي حاليا في الجهاز الهضمي الكلة كمان من العناصر اللي بتأثر يعني بشدة مع الكورونا وفيه حالات كتير جدا 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 وكان لسه في مؤتمر الأسبوع اللي فات مع الجمعية المصرية وجمعية العالمية الأمراض الكلة كانوا بينقشوا الموضوع ده وبيطرحوا بأهمية الأمراض الجديدة اللي اكتشفت مع فوجود الكورونا مع مرضى الكلة فلاقوا أنه هو بيصيب حاجات كتير جدا وبيعمل أمراض كتير جدا عن طريق أنه هو بيؤدي إلى قصور كلوي حاد وأحيانا بيؤدي إلى فشل كلوي على طول كورونا كورونا طب والفتر الأسود دكتور فتر أهل لي علاقة برضه بأمراض الكلة يعني إذا أصيب شخص ما بالفتر الأسود أو الفتر الأسود وهذه الفتريات يعني الموجودة هل لها تأثير على مرض الكلة أو أنها ممكن يكون لها تأثير على الكلة مباشرة لتحويله الفشل كلوي أو طبعا الفتريات عموما وخصوصا الفتر الأسود اللي اسمه الميكورو مايكوزيس المنتشر هذه الأيام بيؤدي إلى عدوى في الجسم تقريبا كلها فبيخلي جسمي منعته ضعيفة جدا 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 فقد يؤدي إلى الإصابة بالقصور الكلوي بالإضافة لأن العلاجات المختصة بعلاج الفتر الأسود من العلاجات المثبتة أني ليها أثار جانبية على الكلة لتأثير جانبية على الكلة قد بعض الناس تأثر بالأثار العلاج بتاعه وبعض الناس متأثرش زي أي أثر جانبي لبعض العلاجات فإن وجود الفتر نفسه إصابته أو تأثيره على الكلة مش للدرجة العالية وغير أنه هو بيصيب الجسم كله بهذا العام وتعب عام ويقلل مناعة جدا ومن كتر الأدوية المريض بيأخذها قد يكون عرض الإصابة بالكلة يعني الكورونا أكثر إذاءا للكلة من الفتر الأسود مظبوط آه تمام طيب دكتور قلنا يعني في زمن الكورونا لازم لازم الإجراءات الاحترازية عشان نتفادى الإصابات سواء في الكلة أو في الجهاز التنفسه إحنا في مصر يعني حضرتك إحنا في مصر عايزين يعني ناخد رشدتة بما ينحن برنامج رشدتة ناخد رشدتة من ساعتك عن كيفية الوقاية من أمراض الكلة يعني إزاي نقي أنفسنا من هذه الأمراض طبعا إحنا هنا أول حاجة بننصح بيها طبعا هو شرب الماء ودي ممكن كتبا توصيات الجمعية المصرية الأمراض الكلة والجمعية العالمية وحتى عاملين حاجة اسمها يوم عالمي لمرضى الكلة يوم تسعة تلاتة بيتم فيه الاحتفال سنويا بالكلة وبيتعامل بعض النشاطات من ضمنها الاهتمام والتوصيات بشرب الماء على الأقل ستة سبع كبيات بحوال لتر ونص لترين ماء يوميا فشرب الماء بالنسبة لنا من الحاجات المهمة جدا للحفاظ على الكلة الإقلاع عن العادات السيئة إزاي مثلا التدخين الجنك فودس الأكلات السريعة إن أنا الأكل اللي فيه كلسترول ودهون سلسية والإشطاء والحاجات اللي فيها ده سمعي كتير جدا إن أنا حافظ على وجود عندي قسط يومي من الرياضة أمشي مثلا ربع ساعة تلت ساعة حسب محلتي الصحية ووقتي يسمحه في جو طبعا ما يكونش فيه عرضة للعرق أو الحر بس الرياضة من الحاجات اللي مفيدة جدا 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 للكلة لو أنا لا قدر الله مريض بالضغط أو مريض بالسكر لابد لابد إن أنا أتابع مع الطبيب بتاعي واهتم حتى أنا في البيت أتابع الضغط بتاعي والسكر وأتأكد إن هما مزبوطين جدا وبيحصلش فيهم أي قصور أو أي عدم انتظام في الضغط أو في السكر ما أخدش أي علاج أو أي دواء أو أي مساكنات زي ما تكرمنا وقلنا من شوية غير لما أرجع للطبيب المختص ما روحش للصيدالي وأخذ منه حاجة مباشرة كده لازم أكون رجع على الطبيب الأول وأسأله إيه العلاج المناسب عشان ما حصلش أي مشكلة لو أنا عندي حد في العيلة وده أسألهم دائما بنسألهم هم لو أنا عندي حد في العيلة قبل كده زي بعض الأمراض الوراثية عندنا مثلا من ضمنها تكييسات الكلا ده مرض وراسي جدا بيظهر في أول سن حاجة وعشرين سنة لازم إننا عارف إن عيلتي مثلا عندها قصور كلاوي كل فترة أروح للدكتور كلا أعمل تشيك أب على نفسي واتطمن هل أنا عندي حاجة لقدر الله هو بيعمل بعض التحليل بسيطة وأشعة تلفزيونية بيتطمن إن الدنيا كويسة خلاص الحمد لله لقدر الله ظهر حاجة لازم يهتم وبيتابع وبيغير لايف ستايل بتاعته ده الموضوع للشيك أب ده يا دكتور يعني مش موجود في الثقافة المصرية إلا في أوساط معينة أو في شرائح من المجتمع موجود عندها هذا المفهوم أو هذه الثقافة فمهمة جدا الحتة دي يا دكتور إن كل الناس يهتم حتى فترة كل ثلاث شهور أو كل أربع شهور أو كل ستة شهور مردين على الأقل في السنة إن أنا أروح أعمل تشيك بكامل على نفسي إن أنا أشوف الكلا عاملة إيه أشوف الجهاز التنفسي أشوف مهدتي أتطمن على نفسي أو يتوجه بقى الموضرة اليومين الجيين دول إن شاء الله بإذنه في المصفات الحكومية أي ما بيها الوزارة يعني والحكومة ده ده برد مشكور منهم طبعا جدا جدا بصراح وده يعني هيشيل عبق برضو كتير جدا عن المواطنين إن أنا زي مثلا في السكر الحكومة اكتشفت إن فيه طبعا ملايين كان عندهم سكر هم ما معرفوش فده يعني هيوفر عليهم حياة وتعب بعد كده ما كانش متخيل إنهم ما يشفو إيه فإذا ممكن يتوجه حاليا لأي مستشفى حكومة أو جامعة في المنطقة اللي هو موجود فيها وبيتوجه لقسم الكلا هناك ويبدأ يعمل البحث أو برضو التشيك أب زي ما احنا قلنا اللي بيشوفه هل هو عنده لقدر الله أي فرصة أو أي خطر إنه هو يتعرض للقصور الكلوي ويبدأ يوجهه لعلاج إذا كان محتاج أو إذا كان نفيش عنده حاجة ده فرصة طيبة جدا يعني جدا 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 لكل الناس إن هي تعمل التشيك أب ببلاش يتطمن على نفسه يروح يتابع حالته ويشوف هل هو عنده حاجة في الكلا هل عنده حاجة في المادة ودي حاجة طبعا الدولة بتقدمها للمواطنين وهي مجانية أظن مجانية 100% مفيش مش هدفعه فلوس لأنه الناس متخيلة إنه الحمالات اللي بتطلقها الدولة للعلاج لازم تروح تدفع ثمن الخدمة يعني الناس كتيري كانت تسألني هو اللقاح بكام اللقاح مجانا فيروسي كان مجانا كان مجانا وأيضا هذه الحملة بتاعت احتلال الكلة هي مجانية 100% حبينا نوضح ده لست المشيد الأمر بيلتبس عليهم يعني بيبقى متخيل إنه هيدفع فلوس هيدفع حاجة فالنسبة تقاعص وما تروحش تعمل الكشف فإحنا بنرجوهم إنه هم يتوجهوا لعمل هذه الفحوصات فهي مجانية 100% معنا مدخلة تليفونية أستاذ محمد ألو السلام عليكم عليكم السلام أموالك عزيزي كلمة الدكتور تفضل معاك الدكتور أزاك يا دكتور أزاك يا محمد فضل يا محمد فضل يا محمد يعني نمشي بيدي على التليفزيون شوية بصوصة بتتكلم على الغرش يخص الكلة هو الغرش اللي يدرش في جسمه ده تخص الكلة؟ طيب يا محمد شكرا جزيلا يا سيد محمد بصوص محمد طبعا الهرش من العلامات اللي بتحصل نتيجة القصور الكلوي بس لازم يكون الهرش في الجسم كله مش في منطقة معينة يعني لو حد بيهرش أو عنده حكة في جزء معين لا ده مش تابعة الكلة وفيه أمراض تانية كتير جدا بتؤدي برضو إلى الهرش أو الحكة في الجسم كله عمتها فلكن لو هو عنده حاجة لازم يتوجه للطبيب الكيل عشان بيجري الفحص بتاعه يتأكد هل هي من الكلة أو من حاجة تانية ممكن بعض الأدوية ممكن لقدر الله مثلا حاجة تكون في الكبد قد تؤدي برضو إلى الهرش أو الحكة ارتفاع الصفرة في بعض الناس اللي عندهم مشاكل في المرارات قد تؤدي برضو إلى الهرش أو الحكة حاجات كتير جدا ولكن من أهمهم عندنا طبعا هي الكلة بس بشرط أنه يكون في جميع الجسم كله عمتها مش في منطقة معينة لا مش في منطقة معينة يعني بيغطي الجسم كله طفح جلدي على الجسم كله وظهر وعمال يهرش فيه كله أرجو يا محمد أنت كنت سمعت الدكتور ولو عندك بشكل عام على جسمك كله لازم تتوجه للطبيب عشان تعرف إذا كان لي علاقة بالكلة ألا لا طبعا دكتور إحنا من حضرتك من الحاجات اللي أنت قلتها عشان الحفاظ على الجسم من أمراض الكلة تقريبا هي المسببات مظبوط يعني اللي أنت تعمل الحاجات دي بتعملها هتتجنب الإصابة بالكلة طمعا صح لو ما عملتهاش هتصاب بالكلة طمعا يعني مسألة الأكل اللي هو الجنك فود وال يبدو أن محمد رجع تاني على التليفون طمعا فضي ولتصال آخر صال آخر سيد محمد ايو فنم سمعينك ايو سامة عليها بذلتك عليكم السلامة لو كنت ممكن أخلي من دكتور معاك يا سيد محمد تفضل دكتور كنت عملت عملية الحصابة كذا مرة تمام وبعدها بالمنزار كنت عملتها بالمنزار وبعدها جاني بيق في مجرى البول ماشي تمام حمد وعملت العملية دي بتاعة في ديو مجرى البول ورجع التالي بعدها بطلق شرعة هتقول الدي تمام فمش عارف عاملها طيب يا محمد حاضر شكرا لست محمد طبعا لست محمد هنا هو عنده حصوات وعمل كذا عملية في مجرى البول ودي بتندرج تحت قسم المسالك البولية أكتر يعني المفروض أنه هو بيراجع الطبيب المختص في المسالك البولية لأنهم ليهم بعض الإجراءات أنه هو بيركم ممكن دعامة أو بيشوف لو فيه عب خلقي أو قد يكون فيه حاجة من الأنسجة محتاج أنه يعمل لها تعديل أو ترقيع حسب اختياراتهم هما كلها فطبعا هو بفضل أنه هو بيرجع للطبيب المختص من استشاريين وجراحين المسالك البولية هما اللي بيدخلوا في المنطقة دي بس لازم طبعا أنه يهتم بيها لأن عدم اهتمام بيها وإهمالها قد تؤدي بقى أنه ييجي عندنا بقى يبقى أنه هو مريض كله فلازم يهتم بيها جدا 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 فتتنصحه أنه هو يروح لدكتور مسالك بولية مضبوطا متخصص في الجراحات توجه لدكتور مسالك بولية أرجو أنت تكون سامعنا بسيد محمد توجه لطبيب مسالك بولية يعني عشان يقدر يتفادى مضبوطا أي مشكلة يشوف تركيب له دعامة ممكن يعمل له لو محتمل مثلا ترئيع من حاجة لحاجة تانية هما ليهم إجراءات طوال دكتورة المسالك قد لا نحبش ندخل في شغلهم قوي بس هما ليهم بعض الإجراءات اللي بياخدوها بحس أن الديق ده يوسعه أو يحافظ أنه يعدي الديق ده مثلا بحاجة زي دعامة علشان لو الديق ده فضل موجود ده بيأثر علىنا ككلة بقى متكررة عندي في نسيج الكلة فده يؤدي بعد فترة للمشاكل اللي بكل عندنا تمام فإحنا جلنا بنقول يا دكتور يبدو أنه معنا اتصال آخر السيد أحمد أهلو أهلو بيك يا فن تفضل السلام عليكم عليكم السلام إزاك يا دكتور أحمد أهلو السلام فن أحمد سيد مع حضرتك يا أهلو السلام أحمد الله يفعلينيك حضرتك أنا باش رب مية كتير ما بين الجلسات ومش عارف أقدي بكمية المية بسبب كمية العلاج اللي بأخذ تماما أستاذ أحمد واضح أن طبعا أستاذ أحمد بيقوم بعمل شكرا أستاذ أستاذ أحمد بيقوم بجلسات الغسيل الدموي بيخسل أكتر مرة وأنه وزنه بيزيد نتيجة أنه بيشرب مية ودي طبعا من الأحد الأعراض أو المشاكل اللي بيشتكوا دايما منها مرضى الغسيل الدموي اللي هم عايشين على الغسيل الدموي فطبعا إحنا بننصحه أنه ما يكلش أي حاجة فيها أملاح يعني إحنا بننصحهم دايما كده الملح ده عدوك الأول والأخير حتى بنسميهم الملح والديق والسكر معروفين في الطب أنهما السموم البيضة فببدأ أقول له لا يعني تجنب الأملاح خالص ابعد عن الحاجات اللي فيها دهون وسمنة وقشطة والحاجات اللي إنها بتحول في الجسم إلى أملاح المياه الغازية من الحاجات إنها بتزود العطش بعد فترة وبتخليه يطلب يشرب مية بعد كده الحاجات الجفة ما يحاولش يأكل حاجات زي مثلا البقصمات العيش الناشف البطاطس والحاجات المقلية الحاجات اللي فيها زيود كتير بتخليه إنه يعتش بعدها بحيث إنه هو يقلل شرب المية فبالتالي ما يزدش من الجلسة للجلسة وزنه وزنه ما يزدش من الجلسة للجلسة ده ما بيبقالوش تأثير على الكلة نفسها إنه يقلل شرب المية لا أصل هو هنا مرحلة الفشل الكلوي ده مرحلة تانية خلاص بقى اللي عايش على الغسيل الكلوي ده خلاص ده يعني انتقل خلاص مش موضوع مش عايزينه يشرب مية كتير بدأ يخسل غسيل دموي وعايش على الغسيل الدموي وبيخسل ثلاث مرات في الأسبوع فالمفروض إنه إحنا بنوزنه قبل الجلسة وبعد الجلسة بحيث نشوف هو زايدة ده وبنبدأ نسحول إنه خلاص الكلة ما عادتش قادرة تخرج البور فأنت لازم تسحب الدم ده طبعا فأنت لازم تسحب المية ده فكل ما يزود شرب المية دي ما بين الجلسة والجلسة يعتبر عبق على القلب فإحنا بنصحهمش إنه هم يشربوا مية كتير بيشرب على قد العطش بتاعه ما يعودش في حر عشان ما يعرقش وبالتالي ما يشربش كمية كتيرا مظبوط يقعد في جو يعني فيه ملائم من اندرجة الحرارة مروحة حاجة جوة يكون رطب بحس ما يبقاش عرقان كتير ما يتعرقش للشمس كتير فيضطر يقعد يشرب مية بعدها يشرب مية بعدها كتير يجيزنا بقى زايت بقى خمسة وستة وسبعة كيلو بقى تمام طيب أرجو يا أستاذ أحمد أن أنت كنت سمعت الدكتور أحمد القصبي يا دكتور أحمد يعني حكيك عن الغسيل الكلوي وغسيل الدم تبدو معاناة كبيرة طبعا يعني محدش يحب أنه يوصل للغسيل الدموي بس هي الطرق من طرق اللي ربنا أوجدها لعلاج وإنقاذ حياة المريض اللي حتفشل الكلوي لأن زي ما وشرحنا في الأول أن الكلة هي وظفتها تنقية الدم من جميع السموم اللي بتنتق في الجسم نعم فأنا خلاص الكلة ما عادش قادرة تنق الدم ده خالص فأنا أتصال يا جماعة الأستاذ سلطان أستاذ سلطان أهلو اسلام عليكم سمعينك أستاذ سلطان سمعينك أستاذ سلطان سمعينك أستاذ سلطان تفضل يا أستاذ سلطان أول حضرتها صدام حضرتك أول حاجة حضرتك نسأل عن المنظار لأنه يدفني صدام أستاذ صدام عندها حاجة ما حفاثين الأمح الجنواتية يعني تمام فالوقت عايزيننا أمولها منظار علشان نشوف الموضوع ده عمل لها ضرر داكلي أو كده والدكتور عايز تستمس فالناس كتير تتخوصنا من موضوع المنظار إن ده بيموت وكده المريض نفسه عندي اللي هي ذوتي تنسة جدا الخوف ده الوقت من خلال حالتها متأخيرة جدا فأنا عايز أسأل الدكتور عشان أطمنها هي دلوقت مع حضرتك نسمع الكلام يا دكتور عشان تستمس هل المنظار دا سألم ممكن يكون فيه ضرر ديها هي كم سنة الأولى سوص الضمبت أزداد لأن ده حاجة ما فيهش ضرر وده عادي حضرتك ده أول سؤال الثانس سؤال هو مرض الجلوتين بالنسبة للعلاجات اللي هي بتأخذها دي كلها دي ما فيهش ضرر على الكولة أو الكبت عندها لأن هي على طوط يرهات وكنهم دايما وكده وتعباني جدا مكسرة للعلاج حضرتك تقدر في الصحنة دين طيب فندم أول حاجة هي كم سنة بعد إذنك سوص الضمبت كم سنة حضرتك هي 30 سنة تمام فندم هي هتعمل منذار على المعدة صح؟ هتعمل منذار على المعدة طيب فندم أول حاجة شكرا يا سيد صدام الدكتور هيا جاوب على حضرتك ماشي ماشي حضرتك أول حاجة فندم منذارت على المعدة مفيش فيه أي قلق خالص ده حاجة بتتعمل عادية جدا بالنسبة لأطباء الجهاز الهضمي بيقوموا بعمل منذار للكشف عن أي مشاكل الموجودة غير مبررة وغير مفسرة بالنسبة لهم بالتحاليل والكشف الطبي فمفيش فيه أي منذار مفيش فيه أي قلق خالص المنذار هي بتكون وجهة الدكتور يكون مختص في المناظير وعارف بالضبط وليه خبرته في المناظير هي خايفة تعمل المنظار ماشي أقول حكا يعني هو مفيش فيه أي حاجة خالص ده حاجة بسيطة جدا يعني وبتاخد مخدر في الأول قبل ما تبع من المنذار بتبقاش حاسة بأي حاجة بتقوم متقاش برضو بعد أن تكون خلصت المنذار ما تحسش بأي حاجة خالص والصدام فمفيش فيها أي قلق يعني ما تقلقش وطمنها ويعني قدرت تكون سمعنا عشان تعرف إن شاء الله إن فيش أي قلق في المنذار خالص بالنسبة خب هو كان عايز يعرف مرض حسات القمح والأدوية اللي بتاخدها اللي هي تأثير على الكلة نبيقول لك إن هي في حالة هذلان وضعف وخمول هو في أدوية طبعا كتير لازم نبعرفين الأدوية بالتفصيل إيه هي بالضبط يعني الأدوية اللي بتاخد الحسات القمح والجلوتين أنواع كتير فيه كذا نوع ففيه أنواع قد تؤدي لإصابة المشاكل في الكلة وفيه أنواع متؤديش فهو يفضل أن هو يراجع ياخد الأدوية كلها اللي بتاخدها ويتوجه لأقرب طبيب كلها في المستشفى يتوجه ليه يكشف عنها بالضبط وبيراجع معها الأدوية كلها بيبص عليها ولو يقدر الله لو فيه أي مشكلة أو فيه عرضة فيها للإصابة بالكلة أكيد هيعرفه قبلها ويقول له مثلا خلي بالك من كذا طب شيل ده وساعتها برضو بيعمل تحاليل للكشف لقدر الله إذا كان فيه اعتلال أو قصور كله ولا يعني لازم يتابع هو مع الطبيب اللي هو بيقالج الحالة نفسها لأنه بياخد الأدوية كلها ويبدأ صنفها واحد واحد ويبص عليها ويشوفها ويقارنها ببعض الحاجات التحاليل تعوضها في الكلة اللي عندها موضوع حساسية القمح ده منتشر وليه تأثير كبير على أمراض الكلة يا دكتور يعني مش للدرجة الكبيرة هو موجود طبعا وفيه بعض الناس عندهم الحساسية منه نوضح إيه حساسية القمح وتأثيرها على الكلة يا دكتور والله فإنه حساسية القمح إن بعض الناس لما بيأكلوا أي أطعمة مصنعة من القمح والبزور والقشور طاعت القمح بالذات بيبدأ يحصل لهم مشاكل في القولون جامدة جدا ويبدأوا يتعون منها وبيجي لهم أعراض ما بين سوق هضم سهل ترجيع تعب في القولون فده بيأدنهم إن هم ما يقدرش يأكل أي حاجة مصنعة أو داخل فيها تكوين القمح فبيتعون جدا فبيضطر إن هم يأخذوا أدوية تأدي شوية القولون تهدي القولون وتتجنب الأعراض الجنبية بتاعت الإصابات وحساسية القمح دي طيب يا دكتور عن معيات الصالة التليفوني آخر أبو محمد من قنع ألو السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم فضالي فضالي يا فن قلت الدكتور لو تمحت هو أنا لما كنت صايمة في رمضان كانت عندي ثورم في رجلية تماما يا فن فحبت قلت أكسف وكده فما كشفت الشعن وبعد رمضان خص في الورا ممتاز وكنت قبل كده كنت أحب بيت في الواجل سوية أصلا نحيفة فأخدت أقراط خميرة تمام فبرضو حسيت أنه في رجلية بتاعتورة فوقفت مع نفسي تماما هل التورم كان يظهر في الرجلين الاتنين أو في رجل واحدة لا في الاتنين تمام سوالك يا ممحمد فأنا كنت خايشة ده ممكن يكون فيه أعراض في الكلة أو حاجة فزاي أنا أعرف إن لو الكلتي لا قدر الله في حاجة إيه الأعراض أو إيه إن أعرف زي إن الكلتي ماشي كويس وكده يعني تماما محمد شكرا جزينا لحضريتك فضل يا دكتور طبعا التورم بتاع القدمين من أحد العلامات اللي قد تظهر مع الاعتلال أو القصور الكلوي فبنصح طبعا محمد إن هي لو هي عندها أي مشاكل خاصة صحية قبل كده زي ما قلنا من ضغط أو سكر وحتى لو ما عندهاش هتروح تعمل فحص تشيك أب زي ما قلنا بالزبط كده وأهم واحد فيهم تحييل البول بتعمل تحييل البول عادي جدا بيظهر هل فيه زلال أو بروتين في البول ولا مفيش لو فيه زلال أو بروتين بيظهر بتبدأ تعمل الخطوة الثانية بعدها إنها بتعمل حاجة اسمها تجميع بول 24 ساعة وتقيس كمية الزلال وده قد يؤدي إلى العرض اللي هي بتشتكي منه التورم تاع القدمين يعني قد يكون تورم القدمين من أحد المشاكل الكلا إن يحصل فقد في الزلال في البول فيقد أن الجسم يورم فطبعا لازم هتروح لبردو الدكتور كلا هتعمل بعض التحييل وأهمهم تحييل بول بتعمله أو حملة اعتلال الكلة أو حملة اعتلال الكلة أم محمد من قنى أنا بنصحك أن أنت تروحي يعني المستشفات العامة لحملة اعتلال الكلة وهم أكيد هيكون عندهم إجابة لسؤالك ما تكسليش أنا هي بتقول أنها تكسلت من رمضان لحد دلوقات ته مهم جدا روحي انضمي لحملة اعتلال الكلة في المستشفات العامة وإن شاء الله يمنوا عليك الله بالشفاء أشكرك يا دكتور أحمد القصبي استشاري أمراض الكلة والبطنة والسكر نورتانا فندم وضحتك كثير بالنسبة لأمراض الكلة في مصر وأنا تمنى أن نرى مصر خالية من أمراض الكلة آمين يا ربي تماما كما رأينا مصر خالية من فيروس شكرا جزيلا لحددك ونورتانا هذا كان كل ما لدينا الليلة في رشدة أرجو أن نكون قد أفدناكم أرق أمنياتي وأرق تحياتي صفة العربي أراكم على خير